الكفيف يمكنه رؤية الصور من خلال النصوص نموذج ذكاء اصطناعي يحول الصور إلى نصوص ما يدعم الأكفاء وضعاف البصر فالنص يمكن سماعه بضغطة زر أطلق معهد الابتكار التكنولوجي في الإمارات نسخة جديدة من نموذج الذكاء الاصطناعي فالكون باسم فالكون 2 وهو مجموعة جديدة تضم نسختين متطورتين واحدة للنصوص والأخرى تحول الصور المرئية إلى نصوص مكتوبة وهي الوحيدة في السوق التي تفعل ذلك يتميز فالكون 2 بأنه نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر ما يمكن المطورين في جميع أنحاء العالم من الاستخدام والوصول غير المحدود كما يضم نظام الرؤية إلى اللغة ما يجعله قادرا على تحديد وتحليل الصور لتوفير مجموعة من التطبيقات في قطاعات منها الرعاية الصحية والتعليم والتجارة الإلكترونية سواء في إدارة الوثائق أو الأرشفة ودعم الأكفاء وغيرها إضافة إلى قدرته على التعامل بسلاسة مع المهام بلغات متعددة هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والبرتغالية والعديد من اللغات الأخرى